السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم زملاء الطباء الأسنان في مجموعتنا الطيبة هذه التي صراحة يشرفني وجودكم بها أيضا أتوجه بالتحية للطلاب وطالباء الطب الأسنان الذين يبدون اهتماما بالمواضيع التي نطرحها ويقدمون العديد من الاقتراحات المفيدة لنا وهذه المحاضرة كانت بناء على اقتراح بعض الزملاء وهي محاضرة ما يسمى سأحاول الخروج عن المألوف بأن أطرح الأفكار الموجودة فقط إنما سأقوم باستحضار بعض الدراسات التي يمكن أن تفيدنا في هذا الموضوع أولا وحسب المعلومات السابقة أو الأفكار السابقة كانت جواب على السؤال ما هي العوامل التي يمكن أن تؤثر على النجاح المعالجة القنوية ما هي العوامل التي تؤثر على نجاح التي تؤدي إلى الحصول على ما يسمى successful root canal treatment طبعا الجواب كان حسب الطريقة التقليدية هي ما يسمى depredment تنظيف الكنال thorough disinfection تعقيم أو تطهير الكنال من خلال ما يسمى arrogance من خلال ما يسمى intra canal medicaments وفي الفقرة الثالثة الجزء الذي يؤثر هو إنجاز عملية حشو الأقنية الجذرية بشكل جيد يمكن أن نضيف طبعا هذا الذي ذكرته موجود هنا كما نشاهد تحت البند أو النقطة رقم ثلاثة الآن يمكن أن نضيف ما يسمى diagnosis and treatment planning تشخيص الحالة بشكل دقيق جدا مهم وبالتالي عندما تشخص بشكل دقيق ستقوم بإجراء وضع خطة علاج غالبا تتناسب مع تشخيصك وغالبا ستكون دقيقة طالما diagnosis دقيق النقطة الثانية هي knowledge of anatomy and morphology مدى معرفة الطبيب بتشريح الأقنية الجذرية النقطة الثالثة هنا هي the coronal restoration ما هي أهمية الترميم التاجي الذي نضعه داخل السن أو فوق السن في المرحلة ما بعد انتهاء العلاج القنوي ثم 3 dimensional imaging of the healing of teeth with pre-existing pyramidal pathosis كل ما يتعلق بالشفاء الذي يجب أن يكون لدينا تصور عنه ثلاث الأبعاد بمعنى أن لا نتخيل أن الـ هي عبارة عن مستوي فقط وإنما هي مجسم بمعنى أن الـ أقرب إلى شكل الكرة منها إلى شكل الدائرة لذا يجب أن نضع بالحسبان البعد الثالث لشفاء الآفات الذروية طبعاً العالم إنجل وزملائه من خلال دراساتهم تبين أن نسبة ما يقارب 58% أو 58% من treatment failures من حالات الفشل were due to incomplete obturation كانت سببها الحشو الناقص أو غير الكامل لمنظومة القناة الجذرية teeth that are poorly obturated are often poorly prepared بمعنى أن غالبية الحالات التي حدث فيها فشل في حشو الأقنية الجذرية تجد أن السبب الأشيع لهذا الفشل هو التحضير السيء لمنظومة القناة الجذرية أو root canal system التقنيات الحديثة طبعا جعلت من بعض حالات نقص مثلا حشو الأقنية ففرضا لنفترض أن working length للقناة أو ما يسمى طول العام للقناة 24 mm قمنا نحن بعمل تنظيف كامل لمنظومة القناة الجذرية وتطهير واستخدام التقنيات الحديثة في ما يسمى activation of arrogance تفعيل أو تنشيط السوائل الغسل الأقنية فأعطينا الأهمية القصوى لموضوع ما يسمى تحضير القناة الجذرية ومن خلال الجزئين طبعا cleaning والذي يسمى تنظيف القناة hand shaping تشكيل القناة فأخذ السنة حقه من هاتين الخطوتين فقد يتسامح الجسم بنقص مثلا 2 مليمتر من الworking length أثناء الأوبتوريشن قديما لأن كمية المايكرو أورغانيزمز الموجودة بعد تحضير الأقنية كبيرة كان الأوبتوريشن يجب أن يصل لللينكس يجب أن يكون كثيف تماما حتى يحاصر المايكرو أورغانيزمز المتبقية طبعا هناك بعض الدراسات التي لا نأخذ بها كثيرا تقول أنه إذا كان cleaning and shaping بشكل ممتاز والغسل بشكل ممتاز يمكن أن نتساهل بموضوع الأوبتوريشن نحن لا نؤيد هذه الفكرة نحن كطباء أسنان نسعى دوما إلى الإنجاز المثالي أو ما يسمى الأوبتيمال أوبتوريشن الأيديال أوبتوريشن بمعنى أن تحقق حشو مثالي لمنظومة القناة الجذرية وتحقق أيضا cleaning and shaping طالما تتوفر لديك الوسائل فلما لا نقوم بتحقيق cleaning and shaping to the terminals إلى النهاية تحقيق أوبتوريشن to the terminal point إلى نقطة النهائية وجميع الخطوات ضمن الطول الصح وضمن التقنية الصحيحة أو ضمن الطريقة الصحيحة طبعا قديما كان الأطباء يأخذون عينة من داخل القناة الجذرية للإطمئنان على عدم وجود micro-organisms وبالتالي بعدها يقومون بحشو الأطنية كانت تأخذ وقت كثير وغالبا لم يكنوا يحصلوا على عينة سلبية تماما أو ما يسمى negative sample or culture وبالتالي الموضوع غير مفيد تماما فيجب أن نفذل الجهد في موضوع irrigation في موضوع shaping وفي موضوع obturation وهذه النقطة كما نشاهد has been abandoned بمعنى أنها استبعدت من الممارسة اليومية obturation is a reflection is a mirror بمعنى أن الحشو الأطنية الجذرية هو انعكاس of the cleaning and shaping and is evaluated on the paces of بمعنى أن التقييم لحشو الأطنية الجذرية يتم بناء على length الطول أن يصل إلى النقطة التي تم تحديدها مسبقا كنهاية لتحضير الأطنية the terminus of cleaning and shaping هي نفسه the taper أن تكون القناة مستدقة وهذا مبدأ من مبادئ one of the principles of shield and cleaning and shaping وهو ما يسمى أن تكون النقطة الضيقة في the apical construction والنقطة الواسعة من هذا القمع أو هذا الاستطاق أو هذا ال taper يجب أن تكون الفتحة الواسعة عند ال root canal orifice يجب أن يتم قطع القتابيرك في المستوى الصحيح at the level of cement enamel junction أو حتى أدنى قليلا من هذا المستوى أو البعض يقول على مستوى orifice حتى لا يحدث لدينا المشاكل التالية لهذا لبقاء مواد الحشو ضمن pulpit chamber من هذه المشاكل التي يمكن أن تحدث هو a discoloration أو أن the final restoration will not be well adapted the corner seal is very important step بمعنى أن الترميم التاجي أو الختم التاجي نقطة مهمة جدا سأتحدث عنها لو نظرنا إلى هذه الصور سأشرح أنا بعض الشيء نشاهد الاستدقاق مثلا هنا خط قمع single cone وفي النهاية نشاهد هذا الشكل هذا طبعا يعود إلى أخطاء أثناء تحضير الأقنية لا يوجد ختم تاجي أو يسمى a corner restoration void spaces between obturation and walls هنا temporary filling وهنا نشاهد gap أو هذا يسمى space هو أكبر من gap أو هو صغيرة إنما هو space كبير بين temporary filling والroot يؤدي إلى دخول micro-organisms وفيما يلي سيكون هناك نتيجة سلبية على الroot canal obturation طبعا density الكثافة أيضا موضوع مهم بحيث أن يكون radio obesity واحدة على كامل منظومة القناة الجذرية وليس كما نشاهد هنا طبعا المفروض أن يقدم لنا obturation أو حشو القناة الجذرية يجب أن يقلل ما يسمى coronal leakage التسرب التاجي and bacterial contamination والتلوث الذي يمكن أن يحدث من الجراثيم يجب أن يحقق لنا ختم في منطقة الأيبكس وبالتالي يمنع دخول السوائل من منطقة الأيبكس إلى داخل قناة الجذرية ويجب أن يقوم بعملية أو يقوم بعملية دفن المواد التي يمكن أن تؤدي إلى تحريض للمشكلة من جديد ضمن مواد الحشو هل فيما يتعلق بموضوع الترميم المؤقت البعض يقول أن السن في حال فقد الترميم المؤقت يجب أن نقوم بعملية كما في مرجع وحسب بعض الدراسات السريرية يجب أن نقوم بإعادة المعالجة في حال زوال الترميم التاجي لمدة تقارب الثلاثة أشهر حتى نضمن عدم حدوث مشكلة بمعنى لو كان لدينا أتى السن للعيادة يريد المريض مثلاً أن يقوم بعمل أو أو ونظرت إلى السن وقد أجري له علاج جذور فعندما تسأل المريض منذ متى فقد الترميم من داخل السن فقال منذ خمسة أشهر في هذه الحالة يجب إعادة العلاج حتى لو كان على الصورة الشعاعية يصل لللينكت وليس هناك أي مظاهر شعاعية طبعاً الكثير المؤطباء قد يخالف هذا الرأي ولكن هذا الرأي العلمي حسب مرجع طبعاً الدراسات بعضها بعض الدراسات السريرية تركز أو أكدت على أهمية الختم التاجي بمعنى الإغلاق التام بعد إنهاء العلاج حتى لو كان هناك بمعنى أن حشو الأقنية لم يكن مثالياً فيمكن أن نحصل على ما يسمى أي أن نحصل على الجدوى من المعالجة أو الجدوى المفضلة من المعالجة أي نصل لنتيجة مقنعة حتى لو كان لدينا ولكن بمجرد وجود أي وجود نوعية عالية من ختم حفرة المدخل أو ما يسمى وجهة النظر هذه الدراسة جيدة ولكن نحن دائماً لن نعتمد على الدراسات لنزيد من فشلنا وبالتالي نقول سأعمل كورنال ريستوريشن جيد وسأتساهل في موضوع الروت كنال فلنك دائماً عندما يقدم طبيب الأسنان تنازلات ستتاد هذه التنازلات ككرة الثلج ففي هذه المرة سيقول لن أهتم تماماً بالأوبتوريشن في المرة الثانية يمكن أن نصل لمرحلة أن يكون الأوبتوريشن إلى نصف الكنال وفيما بعد قد يكون هناك مشاكل أخرى وللأسف العديد من الحالات التي تطرح سواء في مجموعة طبيب الأسنان مباشر أو في المنتديات أو إلى آخرين تشاهد فعلاً بعض المشاكل الكبيرة التي كان يمكن تجاوزها لو أن الطبيب أعطى بعض الوقت لهذا العلاج طبعاً هناك دراسة أخذت نتائجها من تسع دراسات كل هذه الدراسات تقول بمعنى أن الحشو الأقنية السيء أو ذو النوعية السيئة وذو النوعية السيئة لهم نفس التأثير على ما يسمى بمعنى أن نتيجة أو شفاء الآفات الذروية يتأثر عكسياً بسواء كان لدينا روت كنال تريتمينت سيئ بور روت كنال تريتمينت أو كان لدينا بور كواليتي أوف كورونال ريستوريشن وهذه الدراسة حديثة إذن يجب أن نستفيد من هذه الدراسة الحديثة جداً أننا يجب أن لا نضحي بأي من المتطلبين الذين هما روت كنال أوبتوريشن والكورونال ريستوريشن حتى نضمن شفاء الآفات الذروية خاصة في الحالات التي تكون هناك فعلاً ما يسمى برعب كالليجن بالتالي يجب أن نكون حذرين في موضوع وحذرين في موضوع سؤال الآن هل سأضع الترميم مؤقت أم هل سأضع الترميم دائم حقيقةً لا مشكلة وفي الدراسات الحديثة لا مشكلة في أن يكون الترميم مؤقت أو دائم في الفترة الأولى بشرط أن يكون ترميماً مثالياً بمعنى أن يكون الترميم المؤقت يحقق ختم جيد يحول دون وصول الميكرو أورغنزمز من خلال ما يسمى التسرب الحفافي المجهري بعض الأسنان تكون بمعنى أنه يوجد كمية كبيرة من النسج السنية المفقودة في هذه الحالة يجب أن نلجأ لعمل الترميم النهائي المصبوب المصبوب يعني مثلاً قد نلجأ لعمل تاج لحماية السن لفترة معينة حتى لو طررنا لعمل مراقبة فيجب أن نخضع السن لتحضير ونضع التاج وما سمع نراقبه في المستقبل عند الحاجة نقوم بتغيير هذا الترميم إذن بعض الحالات لا تقبل أبداً التهاون في موضوع وخاصة عندما يكون لدينا فقد كبير في بنية السن هناك سؤال مهم جداً يطرح دائماً في حال كان لدينا السن يوجد فيه ترميم مؤقت لمدة ثلاثة أشهر ولم يضع الترميم الدائم ماذا أفعل في هذه الحالة؟ ليس هناك أدلة علمية ليس هناك أي دليل يقول أنه يجب إعادة المعالجة لكن النصيحة في هذه الحالة أن نقوم بتغيير الترميم المؤقت بترميم نهائي ومن ثم نقوم بمراقبة مراقبة مراقبة لمدة ثلاثة أشهر على الأقل قبل وضع الترميم الدائم مثلاً قبله يجب أن نراقب لمدة ثلاثة أشهر على الأقل هل ما نشاهده في صور الأشعة يعكس لنا حقيقة نجاح المعالجة التي قمنا بإجرائها؟ هل يعكس لنا بشكل دقيق درجة degree of leakage؟ أم هناك مشكلة؟ لو لاحظنا الصورة في الأسفل الشاشة وفي اليسار نشاهد أن هناك راديو بالسيتي جيد جداً والبعض سيقول أن هذا الأوبتوريشن ممتاز ولا يوجد فيه Voids إلى آخره في حال أجريت صورة من زاوية أخرى نشاهد Voids كما في الصورة الأشفلية اليسار الشاشة طبعاً نشاهد هناك Voids يملأ كامل الحشو القنوي بعض الأسنان التي خضعت لعلاج جذور لأول مرة وروقبت أو تمت مراقبتها لمدة 4 إلى 6 سنوات بعد إنجاز العلاج القنوي وكانت تحتوي على Peripical أو Apical Peridontitis هذه الحالات كان لديها معدل شفاء ما يعادل 82% بينما الحالات التي كانت تخلو من Apical Peridontitis كانت نسبة النجاح 93% إذن وجود آفا ذروي هل يمكن أن يخفض من نتيجة العلاج خاصة في الحالات التي تخضع العلاج لأول مرة؟ نعم، حسب هذه الدراسة نشاهد أن النسبة كانت 82% نسبة نجاح في حالات اللي هي وانخفضت هذه النسبة أو زادت هذه النسبة النجاح إلى 93% في حال عدم وجود هذه الشفافية الشعاعية في منطقة الذروة ما أهمية الطول العامل أو ما يسمى Working Links؟ عندما نكون أنجزنا المعالجة مثلا في هذه الدراسة كانت المعالجة تتم وفق الطول الصحيح كانت نسبة النجاح 87% قرنت هذه النتيجة مع بعض الحالات التي تم حشوها بشكل أقل من المثالي فانخفضت نسبة إلى 77% إذن جودة الحشو عملية مهمة جدا وفق هذه الدراسة الآن بعض الدراسات أجرت مقارنة بين الـ Vertical Compaction عندما نقوم بتحضير الأقنية بشكل يمكن أيضا نعني بذلك مثلا استخدام الـ Rotary أو استخدام تقنية Crown Down ومع الـ Step Back Technique والـ Lateral Compaction كانت نسبة النجاح مع الـ Vertical Compaction 90% بينما انخفضت نسبة النجاح إلى 80% في حال استخدام Lateral Compaction أو ما يسمى Lateral Condensation Technique هل تختلف نسبة الشفاء الآفات الذروية في حال كان السن خضع للعلاج للمرة الأولى أو أنه الآن يخضع للعلاج للمرة الثانية نعم ففي دراسة حديثة تبين أن نسبة الشفاء بعد المعالج الأولى 83% بينما نسبة الشفاء بعد المعالج الثانية كان 80% بالمئة طبعا هذا يعني أنهم متقاربتين وليس هناك فرق كبير يعني Statistically ليس هناك فرق كبير بين الثلاثة والثمانين والثمانين بالمئة هل شفاء الآفات الذروية أو البرابيكال ليجين هيلينغ يمكن أن يحكم عليه بشكل نهائي من خلال الـ من خلال الصور التقليدية أم أننا نحتاج إلى كومبيم كومبيم كومبيوتر تموغرافي حقيقة بمعنى أن بعض الحالات الآفات الذروية يحصل لها شفاء على صورة الأشعة التقليدية ولكن حقيقة الأمر يوجد بعض الأجزاء من هذه الآفات في ما يسمى الكانسلس أو العظم الإسفنجي العظم الإسفنجي يوجد فيه ما يسمى بالآفات الذروية ضمن هذا العظم إذن أهمية CBCT أنها ثلاثية أبعاد ونعود إلى الذكر أن مشكلة الـ أنها ذات بعدين وبالتالي وجود أجزاء الآفة داخل العظم الإسفنجي لا يمكن إظهارها بصور ثنائية الأبعاد إنما تحتاج إلى صور ثلاثية الأبعاد في الحكم عليها تمام في حال أن الآن مثلا هذه الدراسة تؤكد أو كمثال على ما قلته قبل قليل بعض الآفات الذروية شهدت شفاءها بنسبة 93% في البرابيك الراديوغرافي أو التقليدي كونفينجين الراديوغرافي لكن حقيقة الأمر أن هذه الآفات فقط كانت نسبة شفاءها 74% إذا ما أجرينا صور CBCT للإطمئنان ما هو الزمن المثالي لإجراء حشو الأقنية؟ الكثير يقول single visit البعض يقول multiple visit البعض يقول في نفس الجلسة البعض يقول تعدد الجلسات البعض يقول عندما لا توجد أعراض إلى آخرية الآن سندرس العوامل التي يمكن أن تؤثر على البعض البعض هل يوجد للمريض هل المريض يعاني من آلة مستمرة؟ هل يوجد نز من داخل القناة بالنسبة لك كطبيب أو ما يسمى الويبج أو الإدماع أو خروج البص من داخل القناة أو خروج السوائل الإكسدات ما هي حالة البلب؟ هل البلب فايتل كان قبل العلاج؟ أم أن الحالة كانت نيكروتيك مترافقة مع بيراديكلر تيشور أو بيراديكلر ليجين؟ درجة صعوبة الحالة في بعض الحالات ترهق الطبيب وبالتالي ليس له الوقت لأن يقوم بالإجراءات كلها في جلسة واحدة درجة تعاون المريض مع الطبيب الآن في حالة الفايتل بلب تيشو مثلا حالة irreversible بلبايتس مثلا سواء كان طبعا بارشيلي فايتل أو توتالي بايتل بمعنى أنه سليم بشكل أو حي بشكل كامل أو أنه حي بشكل جزئي في هذه الحالة يمكن إنجاز المعالجة في سينجل فيزت طبعا العلاج في جلسة واحدة سوف يحقق لنا أيضا ما يسمى بمعنى أننا سنتخلص من ما يسمى التسرب الجرثومي إلى داخل القناة ما بين جلسات أو زيارات المريض هذا يحسب لما يسمى بالسينجل فيزت طبعا لا يعني أننا كل الحالات سنقوم بعمل الإجراءات في سينجل فيزت إنما بعض الحالات سنشاهد كما في هذه الحالات الفايتل بلب نقوم بإجراء المعالجة في جلسة واحدة البعض يقول قد يكون لدى المريض آلام قبل العياج طبعا الألام هي سببها الإنفلميشن والتشو ولكن بعد إجراء استئصال لهذه أن السجن ملتهبة سوف يزول الألم وسوف نحقق نتيجة مرضية من هذه المعالجة أما في حالات النكروتيك بلب أو ما يسمى النسيج اللوبي المتموت طبعا المريض يأتي للعيادة بأحدى الصورتين أما أن يكون لديه أكيوت سيمتمز أو أن تكون الحالة اسيمتوماتيك أو لاعرضية من ضمن الحالات اللاعرضية لدينا ما يسمى اسيمتوماتيك ايبكال بريدنتايتس التهاب الرباط حول الذروة المزمن أو اللاعرضي هناك طبعا هنا في هذه الحالة نشاهد أن هناك ما يسمى تموت في العظم حول ذروة السن كرونيك ايبكال أبسس أو ما يسمى الخراج حول الذروة المزمن هذا الأبسس أو هذا الخراج غالبا يترافق مع ما يسمى ساينستركت أو فيستيولا التسمية السابقة الآن يسمى ساينستركت طبعا للفائدة العامة بين هلالين كلمة فيستيولا هي عبارة عن اتصال بين تجويفين مغلقين يعني مثلا نفترض أن لدينا كرة وكرة أخرى ويوصل بينهما أنبوب فهذا الأنبوب يسمى فيستيولا بينما انصباب البس من خلال البرابيكال ليجن أو من خلال الابيكال أبسس إلى الجنجيفة مثلا هذا يسمى ساينستركت طبعا هذه هي من ضمن الحالات اللاعرضية اسيمتوماتيك ولدينا الحالة ثلثة أو ما يسمى كوندنسينغ أوستايتس أو التهاب العظم حول الذروي أو التهاب العظم التكثفي بمعنى أن لو أجرينا صورة أشعة نشاهد وجود مناطق عظمية كثيفة تحت ذروة السن هذه الحالات لأنها لا عرضية ولا يوجد لدينا مشاكل بها يمكن أن تعالج في سينجل فيزيت أو وون فيزيت لكن بعض الحالات التي تترافق مع أكيوت سيمتمز مع أعراض حادة هذه الحالات مثلا أو أحيانا قد تكون ترافقها مع سويلين كما في الأكيوت الأكيوت أبيكال أبسس أو ما يسمى الخراج حول الذرو أو بيراديكولر أبسس الخراج الحاد في هذه الحالة ستكون يمكن أن يؤدي يمكن أن يؤجل بقية خطوات العلاج أو الأكتوريشن إلى أن يصبح المريض أو يصبح المريض بدون أعراض أو ما يسمى المريض خالي من الأعراض تماما حقيقة الأمر بخصوص بقية خطوات العلاج أبيكال بريدونتايتس لا يمكن أن يكون مختلفة بين شفاء الأفاتي الثروية المزمنة يعني شفاء الأفاتي الثروية المزمنة مثلا لم يتأثر بسواء كان ليس هناك فرق كبير في النتيجة في حال أجرينا العلاج في جلسة واحدة أو في عدة جلسة حقيقة الأمر أيضا أن المريض سيعاني الألم بشكل أقل من المريض الذي خضع العلاج في جلسة واحدة سيعاني ألم أقل من الذي سيخطع لجلسات متعددة لأن هناك بعض المرضى نشاهد أنه يذهب أكثر من خمسة سبع ثمان جلسات إلى العيادة وفي كل يوم ألم نتيجة ممكن أن يكون التلوث بين الجلسات أو ما يسمى بعض المايكروبات أو البكتيريا من الصعب إزالتها من بعض المناطق الصعبة في القناة الجذرية مثل ما يسمى الأكسسوري كنالز مثل الإزمس أو البرزق إلى آخره فالبعض يفضل أن يستخدم الانتيمايكروبيل درسنج كالسيوم هايدروكسايد درسنج أو ما يسمى الضماد بين الجلسات ضماد الكالسيوم هايدروكسايد هذه الضماد يمكن أن يخفف صراحة الصيغة الجرثومية ما بين الجلسات في حال ققورنا مع نظام الجلسة الواحدة أو الزيارة الواحدة رغم ذلك بعض الدراسات الحديثة أيضا تقول أن الكالسيوم هايدروكسايد لديه إفكتفنس ويزيل بشكل كامل المايكرو أورغنزم لا يزيل بشكل كامل المايكرو أورغنزم وإنما يبقى هناك بعض المايكرو أورغنزم الموجودة داخل الأقنية الجذرية رغم استخدام الانتراكينال ميديكامنت الذي هو الأشياء الانتراكينال ميديكامنت هو كالسيوم هايدروكسايد أيضا الكالسيوم هايدروكسايد ثبت أنه أقل الفعالية أو قليل الفعالية تجاه الانتراكوكوس فكاليس والكانديدا أورغنز من البكتيريا التي يرمز لها باسم إيف وأيضا من الفطور المبيضات البيض بشكل عام نستطيع إنجاز الحشو بشكل عام بعد أن نقوم بتنظيف وتطهير القناة وتشكيل بشكل تام نستطيع أن نجري الحشو بشرط أن لا يكون هناك بس وأن لا يكون هناك داخل أو في لدى المريض إذن الشروط أن لا يكون هناك أي بس أو أن لا يكون هناك أي تورمات يعني منها المريض من بعض الاستثناءات للموضوع هي ما يسمى difficult cases بعض الحالات في حال عجلة الطبيب وإنجازها في جلسة واحدة قد يقدم نتيجة علاجية سيئة فقط لأنها كانت حالة صعبة وكان متعبا وأصر على إجراء العلاج في نفس الجلسة هذا سيكون موضوع جلستنا القادمة إن شاء الله أتمنى من الجميع أن أكون قد قدمت فائدة بسيطة طبعا هذا كله مدخل إلى علم حشو جذور الأقنية أو جذور الأسنان لأن موضوع الاقتوريشن موضوع ضخم جدا موضوع مهم جدا له ارتباطات كثيرة مع تقنيات التحضير مع مقاومة الجذور للكسر مع الـ إلى آخره لذا سأجزئ هذا الموضوع كما قلت على مراحل وفي المرة القادمة ستكون هي بداية هذه الحلقة القادمة أو الجلسة القادمة أشكر لكم متابعتكم أتمنى أن تتابعوا هذه السلسلة أتمنى من الجميع أن يقوم بتسجيل اشتراكه في القناة لأنني قد أقوم ببث بعض المقاطع أو بعض التسجيلات عبر اليوتيوب مباشرة في أوقات الفراغ إن شاء الله أتمنى لكم الصحة والعافية ولمرضاكم كذلك أستودعكم الله والسلام عليكم شكرا شكرا